اللي تحرق الدم اه حاجات تحرق الدم وتستفز الشعب المصري الراجل انا بشوف بصراحة انه مش بيحترم عقلية الجمهور المصري وانه هو متكبر على القرى المصرية لا يا مستر كيروش لا بعد اذنك انت ليه كل الدعم وحيفضل ليه كل الدعم للنهاية ليه كل الدعم مفيش حد يقدر يقول غير كده تمام لكن انت مش اكبر من القرى المصرية مش اكبر من رياضة مصرية احنا تاريخنا اكبر منك بكتير احنا في مدربين مصريين كابتل الحسن الشعاتة ده ربي اديه الصحة الراجل واخد تهاته كاس امه مره بعض انت اه مرنت مانشستر يونيتد كمدرب مساعد للسير ارتفرقسون مش اكتر روحت ريال مدريد قعدت ايه ست شهر ولا سنة خدت السوبر الاسباني ومشوق حاجة تحسبلك ماسك في الائتين كبار جدا في العالم او واحد كمساعد واحد كمدير فاني بس ملاكش القاب كبيرة ملاكش نجاحات كبيرة خلينا نتكلم بموضعية اسم كبير بالمناسبة ومدير فاني مميز انا ما بقولش كلام غير كده بس لما عتيجة تتكبر على الكورة مصرية لا كل واحد يعرف بقى حاجنه احنا تاريخنا كبير الشعب المصري بيفهم في الكورة بيحب يتزوق حلوة الكورة لكن اللي هو بيعمله ده حاجة غريبة جدا جدا زيد بقى على كده ايه النهار دا الواحد فجأ بالتصريح للحاج فرج عامر اللي هو عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للكورة القادمة قالك ايه قالك فيه شرط جزائي فقعد كروش سنة ونص اللي هو عقد كروش كان بقى يا جماعة حضراتكم فكرون يا جماعة اللي هو اثنين مليون يعني سنة ونص هو عقده في الشهر مية وتلاتين الف دولار حلو يعني سنة ونص باتنين مليون ده تمام يورو كمام مش دولار طيب يعني سنة ونص عبو اثنين مليون وتلتمية واربعين الف يورو مش حتكلم في الموضوع ده معين ده شرط جزائي كارسي يعني العمل كده لازم يتحاسم بصراحة لكن مش وقته مش حتكلم فيه دلوقتي خلينا وراء منتخبنا وخلينا ايه مركزين مع منتخبنا ايه المطلوب من مستر كروش السيد كروش تمام انه هو يعالج الامور ويلعب كل واحد في مكان مش عايزينه اكتر من كده وتشوف ازاي هتحل موضوع الباك او الظاهير الايمن والزاهير ايصر اللي وقعوا منك تمام فيه حلول كتير جدا مهم